شباب وصبايا أهلا وسهلا فيكم بقناة وولف جايمينج اليوم يا جماعة بدنا نحكي عن التالنت الموهبة بمترو الريال الكل بيلعب بمترو الريال بس كتير قلال اللي بيعرفوا عن التالنت وانا بأكد لكم لكل عبيل مترو ازا حضرتوا هيدا المقطع للاخر رح تظهروا مية بالمية مستفيدين اتمنى منكم تدعموني بلايك وياللي مشترك بالقناة ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد عم نزله وازا في اي سؤال حابين تسألوني ايه عن موض المترو او الباب جي بشكل عام فاتركولي بالتعليقات. خليكم معي. لكن متل ما حكينا يا شباب وصبايا. اه اليوم بدنا نحكي عن التالنت وايفدتها لللاعبين. فمنفوت على التالنت اول شي سي عنا اه اتناشر مربع. لكل مربع منهم فيه له افادة باللعبة. اول شغلة رح نعملها رح نعمل ريسيت. وانا وياكن انا عم بشرح لكون كل واحدة شوفايدتها برجع تزبطون وانتو بتزبطون متل ما انا عم زبطون. مية بالمية وراح تلاقوا الفرق. نحنا عنا تسعة وثلاثين نقطة من التالنت. وكل مربع فيه تماني لفل. بنبلش اول شي بالفوكس. اه رح نحطه للفل تماني. اه بس نحطه للفل تماني حاطين لنا انه بيفتح السكوب معنا اسرع باتنانة وثلاثين بالمية. في عنا بتاني واحدة. في عنا الاندورانس. هيدي اه بتخفف العوائق قدامنا بنسبة اتنانة وثلاثين بالمية. اما بالنسبة لتالت واحدة في عنا الراش ساك. هي زيادة مساحة الشنطة. او الحقيبة اللي نحنا بنحملها على ظهرنا. وازا حطيناها للفل تماني. بنقدر بنحصل على زائد تمانين من مساحة الشنطة. وهلأ بتفرجيكم الاسبات. رح نرجع نشيل الليفلز اللي زدناهن على الشنطة. ونظهر على اللوبي بالمترو الويال ونشوف قديش مساحة الشنطة اللي انا حملها. انا عندي شنطة اه لفل سيكس. المساحة تبعيتها ستمية وتمانين. اوكي? فرح نرجع على التالنت ونزيد على الراش ساك اه لفل تماني. ونرجع على اللوبي ونشوف اديش صارت مساحة الشنطة يلي انا كنت حملها. صارت مساحتها سرعمية وستين. يعني زائد ثمانين. متل ما قلتلكم بس ضبط. لكن اكيد الكلب وفقني انه تضل الشنطة على لفل تماني. بنرجع لللي تحتها هيدي ازا حطيناها لفل اه بتوصل سرعتنا نحنا وما منعب دم لثمانين بالمية زيادة نحنا وماشيين. بنوصل للي حدها على داش. هيدي ازا بنحطها لفل تماني بتزيد سرعة الركض تبعيتنا ازا مش حاملين سلاح ليدنا ستتعاش بالمية زيادة. وفي عنا اللي حدها الريتريت هيدي ازا بنحط آآ لفل تماني آآ بس نرجع على الجرين زون اللي بتردنا على اللوبي في عنا تنينة وتلاتين بالمية اسرع بالرجوع على اللوبي. لكن بهاولة تلاتة في عنا اهمنا كتير انه نركض اسرع. فرح نقق نستخدم داش لفل ايت. بنوصل لسابعة واحدة اللي هي سترونج. هايدي مجرد ما نحط لها تماني لفل بتفتح لنا يلي تحتها اللي هي شورت رينج اكتبيرت. هايدي للي بيحبوا يلعبوا شوت جان آآ او اس ام جي بقلب خريطة مترو. بس نزيدها للفل تماني بتزيد لنا الدمج بنسبة اتناعش بالمية. هايدي باكيد بس للشوت جان والاس ام جي. بننتقل لرينرجايز. هايدي اذا حطيناها تماني لفل بتفتح لنا الرايفل اكسبرت. هايدي الرايفل اكسبرت اذا حطيناها على لفل ايت بتزيد لنا الدمج لمستخدمين اسلحة الام فور والام سابن الاسكار الجروزة الايو جي. كل هاي دولة بيزيدوا الدمج اتناعش بالمية. بننتقل هلأ لقبل اخر واحدة اللي هي تكستيروس. هايدي متل ما نفرفينا بالصورة صورة صندوق. هايدي ازا حطيناها لفل ايت. آآ بنصير نفتح السناديق اسرع باتنانة وتلاتين بالمية. وبتفتح يلي تحتها. هلأ الاغلبية بمترو الويال بيلعب بيلعب بمكي فورتين. فاخر واحدة اهمة واحدة. هني كلهم مهمين بس اخر واحدة بتزيد لك الدمج بسنايبر ريفل اتناعش بالمية. والام كي فورتين كمان يعتبر سنايبر هو اوتاماتيك سنايبر. فكتير رح تستفيدوا منا يا محبي الام كي فورتين. بضل في عنا سبع نقاط رح نزيدون على هيك ما نكون خلصنا كل نقاط تلنت. مجموع تسعة وتلاتين اه نقطة. فجربوهم متل ما انا اه مصولكن ياهن. اه ورح تستفيدوا كتير. وازا اي حدا عنده اي سؤال يبعط لي اه بالتعليقات. وما تنسوا اللايك يا جماعة. ويلي عم شوفني لاول مرة يشترك بالقناة ويفاعل زر الجرس تا يصلكم كل شي جديد عم نزله. وميستفيد لكم يا جماعة ويعطيكم الف عافية.